زي ما قلت لكم أحمد حجازي خلاص للأسف الأشياء أوضحت أنه هو عنده إصابة عبارة عن تماظق فيه أوطار العضلة الضمة ويتأكد كده خلاص إن أحمد حجازي خارج كأس الأمم الأفريقية سواء في مباراة الكاميرون أو المباراة اللي بعدها بعده صعودنا بإذن الله ده بالنسبة لأحمد حجازي نتائج المسحة الطبية اللي أجرتها بعثت منتخبنا الوطني طلعت كلها الحمد لله سلبية وبالمناسبة كالوس كيروش قال أو طلب من الكابتل والجمعة أن يبقى فيه كل يوم مسحة عشان يفضل كل يوم بيتطمن عائل عيب منتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون وده هيحصل في الفترة اللي جاية طيب النهاردة منتخب مصر خط تدريباته على فترتين وشارك كل اللاعبين في تدريب اليوم وكل اللاعبين إن شاء الله تكون جاهزة بإستثناء طبعا المصابين اللي هم بيجروا تدريبات استشفائية بإذن الله يبقوا في أحسن حال الفترة اللي جاية